السلام عليكم معكم المهندس عمر لمليجي وان شاء الله في الفيديو ده هنكمل شرح برنامج ال ETABS اللي هنعمله في الفيديو ده ان احنا هنبدأ نعرف ال Wind Loads وبعد كده نعرف كل Load Combinations مرة واحدة بتاعت Gravity Loads وبتاعت السيزميك Loads وبتاعت Wind Loads عايزين نبدأ نعرف ال Wind Loads في الاول فعشان قبل ما نبدأ نعرف ال Wind Loads او احنا زيان نعرف ال Wind Loads ان احنا بنيجي نحط حمل Concentrated عند كل دول يعني المفروض ان ال Wind جاء على ال Building كله على بعضه فاحنا بنيكون عايزين ناخد مثلا الدور الثاني فالدور الثاني شاء نصف ال Wind من الدور اللي فوقيه ونصف ال Wind من اللود لتحتيه وتحطي Concentrated Load على الدور فاحنا عايزين ده وقت نشوف ازاي هنعرف ده على البرنامج بنعرف ازاي على البرنامج ان احنا بنيجي نعرف حاجة اسمها ده يفرام عند كل دور فهو شايف ان كل دور كأنه One Piece كده هو حتة على بعضه بحيث تستطيع تحط ال Load على دور Direct فعايزين ده نعرف الكلام ده هنعرفه ازاي هتكي تعمل اختار دور الاولاني كده نختار دور ودور ويندو أصين شيل ديفرامز موديفاي اعمل ديفرامز بعد الادور عندنا احنا 12 ديفرام فهنعمل 12 ديفرام هو الديفرام بس يتسمى باسمه يعني مش يعني بتعملهش حاجة حتى ريجد و السمي ريجد من احنا نشتغل دايما ريجد افتغل اتاب مش تغل سمي ريجد بس يعني مش جدي قصفتنا دلوقتي 1 2 2 1 تسعة عجودي بعزين عشرة عرفنا كله انه مختارين دور الاولاني انه مختارين دي وان ونعمل اطلع اطلع على دي تو اخطر دي تو اب دي سيكس د4 اپلائي د5 د6 د7 د8 د9 د10 د11 د12 د11 احنا كده عرفنا كل دول بقليد ده فرامز بعد كده بقليد نعرف الفندروز تعمل define load pattern كده من نحطوطين في الاول نحط وند نضف وند ونضح وند انا احنا ندخل الاحمر من بره ادنيو لود بتاعنا نخش على موديفايل لاتر اللود كده هتلاقي ايه هتلاقي كل الادوار ظهرت طبعا فيه حاجات بس متكرار لان انا كنت اشتغلت مرتين او حرفين طريبا كلنا متكرر بس نمسح زيادة بس دليت 11 عشرة اتكرار لان انا كنت شغالة بكده الفايل فما عرفت الدافرامش تاني عن رفع مرتين كده اتناشر دول احنا واحنا عارفين مبل كده كان كله دول ده كان 36 ونزلين بالجانب تح كده اوكي اوكي اعملنا ادت ادت ستوري موديفاي هتلاقي كان 36 لحد ثلاثة ايه على اكسلشيت بتاعي موديفاي واعرف من 36 وانزل 33 طبعا ممكن اعطول او معامل طبعا الاتفزاد دي هنعرف فيها اي حاجة ابدو انه احمر بس انا بدأت اعرف ده عشان ده جايبه من فوق موديفاي وانزل على طول وانزل لحد ثلاثة اشيل ده كمان تمام عادي كده اعزين ده نعرف اعزين ده نعرف لحد ثلاثة لحد ثلاثة لحد ثلاثة اعزين ده نعرف لحد ثلاثة لحد ثلاثة حوالي خمسة وخمسين وطول الممن في اتجاه هواي كده اكبر اكبر طول في اتجاه هواي على طول طبعا حوالي اتنين وعشرين طب ايكيو ايكيو هاتجبه من الفايل ده هتخش هنا تلاقي ايكيو طبعا هنا ديها معادل العلاقة بالفروسي وكده دي الحاجة الفايل فاحنا لو القائرة هيبعاندك يجب عندك طبعا احنا مشارحناش لهم دروس بالتفاصيل لانها مفروض ان الكل عارفها لانها بتبتشرح في الجامعة عادي في الشغل بتاع المصانع والحاجات دي فانخش على التابس ونعرف مجموعة مجموعة السكشن والبريشر في المباني بتاعتنا دايما بتكون 1.3 لانها 0.2.5 فممكن ما نعملش فيها وهكذا دوم بدخل لك ارتفاع الادوار كلها في مهم ما اعمل لك ايه نجيب لك اللود في اتجاه X واللود في اتجاه Y جاهز فانت هتيجي في الأتابس فايل ندوش اوكي بقى هنا define load pattern wx modify later load هتقوم بعمل بس اعمل copy fx كده ctrl c c ctrl v في حالة لازنقصر 6 7 8 9 9 9 11 12 هي من 46 لحد 58 كده كده في انا نقرر وراتين اه ده غلط كده سيني بقى كده هنشيل اتناشر عشرة اه اتناشر عشرة دسعة تمانية هتخلي ده سبعة سبعة هنشيل ده سبعة ستة خمسة هنشيل ده برده مكرر اربعة ثلاثة اتناشر عشرة احنا نزبط كده ثم لنا بقى هنا جاي في الف اكس واخد دولة كده اخد دولة ctrl c وفي الأتابس ctrl d ده مهم كده دوس اوكي بعد كده مجاي اعمل und y برضو add new load واعمل modify later للload وعنشن انطر بس نزبط التزبيطة دي زاني delete delete 11 10 9 8 7 6 5 4 4 4 5 5 5 5 وفي الوال ctrl c ctrl z وفي حاجة زيادة 7 6 5 اوه خمسة زيادة بنمس حده كده وهنا نقوم الشلالين دول او على طول ما كنا عقنا نعمل ثاني ctrl c c c مزبوط كده الاخر كل مكانه تاكد بس ان الوينتس مزبوطة كيلو متن مزبوطة كده اوكي احنا كده عرفنا الويندلوودزي نجل المحلل عليها الدور ان احنا نعرف الكمبانيشن بقى بتوع كل حاجة عندنا واحدة للجرافتي ultimate load combination وعندنا 12 للزلزال 8 للزلزال و 4 للوينتس يبقى اوه خمسة اوه خمسة اوه خمسة بنعملهم ازاي تعال نعمل load defined load combinations add new comb قبل اي حاجة انا عندي اربعة dead loads فمش بدل اوه خمسة 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 وعندك ال walls اوه خمسة اذا كانت ما نعرف كله عندك اول حاجة ultimate or gravity dot combination total dead 1.4 و life 1.6 انا عرفنا اول واحدة اوه خمسة اوه خمسة بتوعز الزعر بتوعز الزعر يكون عبارة عن ايه تسميها EQ1 اوه خمسة بيبقى عندك ده 1.12 dead total dead 1.12 و الله يبقى alpha life والالف هيتكلم عليها قبل كده في الفيديو اللي فات هتلاقي ان الالفا بتبقى من السكنية بربع بعد كده عندك ده ده من ثابت في الثمانية البقى الزلزال اللي طبعا مش خاطر كده بتكون مثلا S عندك الزلزال في X و الزلزال في Y S X و S Y 1 و 1 و 1 و 0.3 يعني ايضا تخيط في اتجاه يعني ايضا تخيط في اتجاه كامل و في اتجاه 30% منه وبعد كده بتبدو تبضل اشاراتك عليها واره بصد مرة مينس على كله بتعمل كل التباديل والتوفيق فهيتلاقينا لو جاء نحط الزلزال في X و الزلزال في Y أول حاجة 1 و 0.3 و هكدت هتحط إشارة هنا مينس الوحدة هي بقدد التانية إشارة هنا مينس الوحدة هي التالتة إشارة 2 مينس هذه الرابعة بعد كده تقوم بقدل X مع Y و تبقى Y و تعمل موضوع الأشارات هدوس اذا كان ممكن تعمل كوبي من الشرطة توقيت نقوله جديد 2 خلي دي بالمينس اوك هتكوبي خلي دي الثلاثة و دي اللي هتبقى بالمينس حاجة هكدا بإشارة الإشارة وتنين بين مينس مع بعض و كده هم ذه انه ادل بقى خمسه ي Burke أول حاجة عندنا أن هنا الواي الواي هي الواحد والأكس تقوم ببوستر هتخلي دي ستة نحط هنا إشارة مينس هتخلي اشارة مينس كده اتكوبي ادي شرطة من ويند مشي بعد كده عايدي نعمل اللي 4 بطول ويند هتعمل Add new combo ويند 1 الويند بيبقى تلاقي كود يولاك ايه هي فرض ان الويند 1.4 did زي 1.6 alive زي 1.6 الويند لكن الكود بيقولك هم يبقى فيه احمل سنوية زي secondary loads يعني secondary loads زي الويند لودز تضرب الكمبنيشن كلها في point eight فيبقى عندك ال total dead هيبقى 0.8 1.4 0.8 1.4 والله هيبقى 0.8 1.6 او هتاخد الwind x ويند y ويند y 0.8 0.8 0.8 0.8 لعمل حسن copy تقليدي بالمينس الgi ويند ال갑 monuments الgi الى الى نضم اشترك بالمان يبدأ بالعمل فهذه يعتبر الموضل تخلصنا على الرام لكن هناك ثلاث ما يحتاج لنا يتبق عليه اولا تجلب المشيش بالبلاطات والحطان في توشيط التوقع ايستغرق نقرع ببظاهر على التوقع نضم ايقش بـ كانت المشيش من ملف الوقت مثلا. عشان ده مش هنسمع منه البلطات فيبقى متر كويس. النص بي خليتي جدا. فادوس اوكي. بعد كده نبص وردو على الوطماتيك مش فور وولز برضو خليها متر. اوكي. دي نقطة اول نقطة. تنين نقطة السابروتات من تحت عند البيز لازم نترومها هي تبقى مبنع زلازة يبقى غالبا يبقى لبشة او لبشة على خوزيق فده بيبقى مع الاعداء. هتعمل اوكي. اخر حاجة لما احنا نصامل منه ده هل الكنيكشن بين الاعمدة والكاميرات. هل هي فريمينج اكشن هيحصل انتنين مومنت منها ولا مجرد ان الاعمدة شغالها زي الشير والز كانتريفرز. احنا في الاصل بنشتغل لانها كانتريفرز وحتاج اعمل ريليز لكل الكاميرات بحيس ما يبقى نص مضام انها فيش مومنت هيتنائل بين الاعمدة والكاميرات. فاختر اختار كل الكاميرات. اعمل اسين فريم ريليز وقوم اختار ايه؟ اعمل ريليز وان المومنت ده والمومنت ده بحيس يبقى المومنت في الاول في الاخر بصفر. يعني بخلي المومنت مش موجود في الكاميرا. المومنت بصفر وصفر وصفر وصفر. بس كده الموضل يبقى انتهى على كل الحاجات كده اعملها في المدر. ونحن نعلم عليها الدور بقى نبدأ انه نعمل التمهيدة اللي يعمل الديزاين بعد كده. وبكده انا في الفيديو ده وان شاء الله نكمل في فيديو تاني. وشكرا والسلام عليكم.